في حاجة بس احب اوضحها في الفيديو السابق وهو ان المربعات مختلفة عن بعضها يعني ايه؟ يعني مربع الانترلك غير مربع المتر سكوير غير مربع الكورنر تكورنر يعني ايه الكلام ده؟ هقولك حالا مربع الانترلك ده مربع عادي زي مربعات التونسي اللي احنا بنعملها ولكن لما بيجي يتشبط مع مربع تاني بيكون هو مربع الانترلك اللي انا بتكلم عليه ان شاء الله هناخده في فيديوهات تانية مربع المتر سكوير اللي احنا اشتغلناه الفيديو السابق نهينا عن نوع الغرزة ولكن هو ده المربع المتري كمان مربع من الزاوية للزاوية يعني لما بحب اشتغل المربع ويكون من الطرف من البوز من تحت خالص لحد ما وسعه وارجع اناقص تاني عشان يوصل للبوز التاني يعني برضو ايه؟ يعني اما حب اشتغل شال مسلس المربع من الزاوية للزاوية هو ده اللي اشتغل به الشال بتاعي المربع المتري شوية شبه مربع الانترلك ولكن التفاصيل بتاعتهم مختلفة انا مش بشتغل واسناء ما انا بشتغل بشبط المربع لا ده بيطلع منه بيطلع من المربع التاني وهتشوفه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية فيديوهات الفيديو التشبيك الخاص بالمربع المتري في الحتة اللي انا بتكلم عليها دي ولكن الفيديو ده بس توضيح للمربعات وايه الفروق ما بينها وكلهم على فكرة كروشي تونسي ما تنسوش اللايك والشير وتابعوني على الفيس والانستة لو حابين اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة مع السلامة باي